المنافسة العسكرية في الفضاء الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعرب وزير خارجية في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان دور السياسة الخارجية في تمكين الفضاء والتعاون الدولي عن تهاني لدولة الامارات قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الحادي والخمسين وترحيبه بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يتيح للمشاركين الفرصة لمناقشة التأثير الجيوسياسي والدبلوماسي للفضاء وتدعياته مشيدا بجهود دولة الامارات العربية المتحدة المتميزة في مجال علوم الفضاء واطلاق برنامج الفضاء الناجح الذي تضمن هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ وقال وزير الخارجية ان دبلوماسية الفضاء تشتد الحاجة اليها اكثر من اي وقت مضى في الوقت الحاضر لان تسليح الفضاء وتسييسه اصبح ملموسا بشدة في الاوينة الاخيرة واضف ان الفضاء بفرصه وتحدياته وقضية مهمة تؤثر على كل دول العالم وتتضلب تعاونا دوليا حقيقيا لكنها واحدة من القضايا التي قد تؤدي لتكرار النزاعات الجيوسياسية الحالية مؤكدنا الحاجة الى توفير ورعاية بيئة جيوسياسية تحفز مثل هذا التعاون وتضمن استمرار تطبيقه على مدى الفترات الزمنية اللازمة لمشاريع الفضاء الطموحة واكد وزير الخارجي انه يمكن تحقيق تلك الاهداف في مجال العلاقات الدولية من خلال ثلاثة محاور اولها الاتزام بالمبادئ الدولية الراسخة بشأن استخدام الفضاء اما المحور الثاني فهو من خلال الاعتماد المتبادل والفوائد المشتركة الحقيقية من المشاريع الفضائية اما المحور الثالث فهو من خلال الاستفادة من التعاون في المشاريع الفضائية لتعميق الامن والازدهار على الارض اشتركوا في القناة